تاريخ الرابع والعشرين جويليا الساعة الحادية عشر ليلا مستشفى محمد كاكي بالجلفة يستقبل السيدة دربالي حامل وتعاني آلام الولادة القابلة المناوبة تفحص السيدة الحامل وتشخص حالتها بالغير المستعجلة وتطلب منها العودة صباحا السيدة الحامل قصدت عيادة أخرى وفي طريق تلفظ أنفاسها نتيجة نزيف حاد أدى إلى إجهاض الجنين المتهم الأول في وفاة السيدة دربالي القابلة نتيجة الفحص التاعي وعلى علمي وعلى قرأتي بللي المرأة زيد لصباح تخاجي بغض النظر على وش استفزوها في اليزوبيت والأخرين وهدروا معها بفاسهم مش مليحة على ساوشها تقول الناس بلك اطلع الهادم بلك المرأة القلق الزيد بصح أنا راح تمثل ما أمرها مقاتلي كما قلت لها الإجزامة بالعقلية بطبع بأخلاق المهنية ما زدت معها ما نقصت السيدة حاميرا في تصريح حصري لقناة نوميديا كشفت فيه أن وفاة السيدة يمكن إرجعه للتعب نتيجة قطع مسافات طويلة في تنقلاتها بين المستشفيات والعيادات متهمة وزارة الصحة التي تأسست كطرف مدني في القضية أنها السبب المباشر لوفاة السيدة أنا يا عزيزي أنا يا عزيزي الوزير والوالي من بات شنهمبر ونخدم ووحدي ومن بات قاعدة باش نصبح موقوفة يتوقف اللي بات راقد ويبعث من عند الباب ما يخسرش حتى يكزامه على باسيونت أصلا المشكل منك عارف ولاية كلاسي الرابعة في النموذ الديمغرافي على مستوى 48 ولاية تحط في مستشفى هالكبير الأم والطفل تحط زوج قابلات علما أن المستشفى يستقبل حوالي 40 حاملا يوميا وعديد المرات اشتكى المواطنين من هذا النقص الفادح في مصالح التوليد بالولاية اشتركوا في القناة